وليس مكملين كلامنا عن ثور 30 يونيو اللي بتعتبر واحدة من أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث وده لأنه ببساطة خروج ملايين المصريين للشوارع في الأيام دي قدر أنه يغير مصار التاريخ والأحداث بكل معيني الكلمة هنتكلم أكتر عن ثور 30 يونيو وخروج الملايين في 3 يوليو للشوارع للمطالبة بتخريص مصر من حكم الجماعة الإرهابية معظفنا اللي منورنا دلوقتي الكاتب الصحفي وصانع المحتوى شريف بديع النور إزايك يا شريف؟ إزايك عام لايب؟ الحمد لله كله كويس أنا أكيد أول حاجة هسألك عليها ذكرياتك مع 30 يونيو بصي يعني وانت بتقول لي الكلمة بفتكر ما شهد ما شفتش زيه في حياتي أنا كنت يوميها في الأهرام في مكتبي في الأهرام ونزلت عشان أشارك مع الناس فأنا شاركت في صورة يناير وشفت العداد اللي كانت موجودة في صورة يناير والميدان كان في أوقاب بقى زحمة بس كنت عبالة لما توصل الميدان الشارع ماشي عادي أنا نزلت الأهرام في شارع الجلاء دخلت شارع طاعة حرب ما كنتش عارف أتحرك يعني أنا عشان عارف أوصل ميدان التحرير كان شيء صعب جداً لأن شارع طاعة حرب من أوله مقفول بنيانه مقفول تماماً تاني حاجة إنت وإنت يعني في ميدان التحرير كنت بتشوف في صورة يناير كنت بتشوف نوع واحد بس من الهتافات طيار واحد تقريباً موجود بينما وأنا ماشي في ميدان طالعة حرب أنا شفت كل حاجة يعني شفت كل الأطياف كانت موجودة بالجد أنا وصلت الميدان بصعوبة جديدة يعني شارع طاعة الحرب ما كانش بتحرك خلصت الميدان رحت رجعت ورحت على المصر الجديدة عشان أشوف المنظر هناك برضو من ساعة لما طلعت طبعاً مركبتش عربيتي لأن الدنيا ما تتحركش طبعاً ركبت المترو كان شغال نزلت من ساعة لما ركبت المترو والناس يعني أنا ما كنتش متخيل أنا هشوف الأعداد دي هنا كمان كان أعداد ضخمة جداً جداً وساعتها كان بقى عندي سخة أنه في حاجة هتحصل طبعاً يعني قبلها كنا آه يعني في حاجة بس مش حارفين إيه بس لما شفت الأعداد الكبيرة دي شفتها بعيني محدش بيحكيلي قلت في حاجة خلاص الناس فائت طب شريف كنت خايف أن في فترة ما يعني حسيت أنه ممكن حكم الإخوان يستمر وهل ده مثلاً عملك خوف؟ لأن يعني على نطاق صغير بيني وبين مثلاً أهلي وصحابي أنا شفت نيس كت بتلم شنطة ماشي من البلد أنا بصي هو الخوف من أول لحظة من 30 يونيو اللي أعب لها بسنة لأنه من تجربتنا مع الإخوان فترة أخيرة في عصر مبارك سابلهم البراح شوية وأنا في الجامعة كان سابلهم براح شوية تجربتنا مع الإخوان الإخواني ما بتعرفش تتكلم معاه هو عنده فكرة حد أيلهاله فهو بنسبله فكرة دية هي الصح لو دخلت معاه في نقاش مهما حصل النقاش ومهما كان النقاش منطقياً إنه هو كلامه مش صح إنه ما هو ما بتتحركش فإنك تتنقل إن النوعية دي يكون هي اللي بتحكمك ده دي مصيب هو عنده أعوامر مرشد أيلهاله أو هو شايف إنه هو صح أصدق إنه ما بيشغلش موخ ومهما تناقشت معاه أه مهما تناقشت معاه وبين إنه هو منطقه غلط أو كلام له هو بيقوله كده هو برضو ما بيغيرش إنه هو في الآخر يفضل معاك بنفس طويل وفي الآخر يقولك الكلام اللي ابتدى بيه هو هو كلام اللي بنتهي بيه يعني أنت بتناقش مع الهوى اتكلمت أنت يعني مع حد منهم في الميدان اتكلمت معهم في الميدان وبر الميدان ما حسنا كنا بنشوفهم أنا أعوزي حصل حوار اللي هو هات وخده مع بار آه في السنة دي وقبل السنة دي كنا نتناقش مع بعض دايما في الحاجات السياسية ما إحنا كان عندنا أقولك حاجة مرسي ما فازش بأغلبية صاحق ده فاز بأغلبية بسيطة طبعا طب فاز بأغلبية بسيطة على مين؟ على ممثل في لول الناس كانوا من سنة واحدة خارجين ضده بالملايين عشان يعني دخيل ده كان رئيس وزراء مبارك هو اللي كان قدام مرسي وفاز بأغلبية بسيطة معنى كده أنه هو ما فازش عشان ناس كانوا عايزين يختروه مش عشان الناس دي كانت عايزاها كان ساعتها لو تفتكري مصطلح عصر الليمون اللي هو عصرين على نفسهم لمونة واختروه فده كان مفروض يخليهم يفهموا أنت جايب عصير الليمون أنت مش جايب رضا شعبي فمعناها أنه يعني بالراحة مع الناس إحنا ما شفناش ده هم